في الأزمات المتسارعة التي بدأت بعض حلولها قيد تنفيذ يسابق العراقيون سرعة الإنجاز بمقياس يواكب سرعات شبيهة في العالم وكما هو الانترنت الملف الشائك دوما في جدلية البحث عن تحسين للخدمة التكنولوجية التي تتيح الفرصة أمام القطاعات الصناعية والتجارية والطبية وفي كل مفاصل الدولة تطوير العمل والإنتاج اعتمادا على الشبكة العنكبوت كما يحصل في باقي دول المعمورة اليوم وعلى هذا المنوال يعود صدى الحديث عن انترنت العراق بمطالبات ساخنة سريعة وفورية لتحسين الشبكة أما المطالب فقد نشرها النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي التي بالفعل تحتاج إلى خدمة انترنت سريعة وأنت في زمن السرعة والمجالس الافتراضية تعي جيدا أن مشكلات عديدة ساهمت منصات التواصل في إيصالها إلى غرف المسؤولين وإلى أصحاب القرار الحكومة بدأت بحرب ضد مهربي سعات الانترنت ثم جاءت وزارة الاتصالات بخطة عمل واتفاقيات من شأنها أن تعطي مشهد العام المقبل وهو التفصيل الذي يرجوه الشارع العراقي بضرورة التطبيق عمليا لتحقيق النتاج المنتظر منذ زمن المستخدم لشبكات الانترنت العراقي يتأرجح بين الضعف والقوة في الخدمة فيما أصابع اتهام نحو فاسدين يقوضون جهود وزارة الاتصالات وبرنامج الحكومة لكنها محاولات السرقة التي تغيب وتعود تمنع حق تلقي الخدمة بأعلى معايير الجودة وهو التحدي الأبرز أمام الحكومة بقطع حبل العابثين وتحقيق أكثر المشاريع أهمية للبلاد والمواطن الذي يبحث في كل مشكلة عن طريق يربط بينه والعالم